الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداغ إلى يوم الدين وبعد فنعلم أن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين والركن العملي الأول يقول نبينا صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا ويقول الحق سبحانه وتعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما وزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لم تبور ليوفيهم أجوهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور ويقول سبحانه إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغشعون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون ويصف عباده فيقول سبحانه كتجافى جنوبهم عن المضاجة يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما وزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم آأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه خمس مرات هل يبقى من ضانه شيء أي من ابتساخ أو وسخ جسده شيء هل يبقى شيء بجسده غير نظيف هل يبقى من ضانه شيء قالوا لا يبقى من ضانه شيء يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا وقال صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جاء غم على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات وقال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة وعمدان إلى عمدان وكفرات لما بينهن ما لم تغشى الكبائر وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخباه فأنزر الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يزهبن السيئات ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عنه سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه لا من امرأ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها ورقوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الزنوب ما لم تؤتى الكبائر وذلك الدها كله ويقول صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة ويقول صلى الله عليه وسلم لن يلي جنها لن لن بتأبيد النفل لن يدخل لن يلي جنها لن يدخلها أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر أي وازب على صلاة الفجر وعلى صلاة العصر لن يدخل النار فهو ممن يدخلون الجنة بلا سابقة عذاب ويقول صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في زمة الله فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من زمته بشيء ثم يأتي حديث عظيم يقول فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار سواء من الحفظة أم من الكتبة كل إنسان له ملائكة ملائكة حفظة وملائكة كتبة هؤلاء الملائكة يتعاقبون أي يتبادلون أو يبدلوا بعضهم مع بعض يتعاقبون عليكم فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفج وصلاة العصر ثم يعجوا الذين باتوا فيكم في صلاة الفج فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم بهم كيف طاقتم عبادي فيقولون طاقناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون فيكتبون عند الله عز وجل في الذاكرين المصلين لأنه كلما جاءت الملائكة وبدلت أو تبدلت أو تعاقبت جاءوا وهم يصلون وذهبوا وهم يصلون ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غربها فأنو ظبطوا على الصلاة من أخص سمات المؤمن سمات المؤمن إذا أيتم ضجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول فلم يجدوا إلا أن يستهموا عليهما والسهم هنا أي أن يضربوا القاعة فيما بينهم من تكون له الحقية في النداء أو في الصف الأول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول أي من الفضل العميم والثواب العظيم فلم يجدوا إلا أن يستهموا عليهما لستهموا ولو يعلم الناس ما في الصبح والعتمة أي في الفجر والعشاء لأتوهما ولو حبوا وحظان النبي صلى الله عليه وسلم من التقاعس عن الصلاة أو عدم آدائها فقال صلى الله عليه وسلم ما من سلاسة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوز عليهم الشيطان ما من سلاسة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوز عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية ويقول صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليلة كلها ويقول صلى الله عليه وسلم ليس صلاة أسقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء صلاة الفجر خاصة تسقل على المنافقين فإذا أردت علامة ولذا قال بعض أهل العلم من صلى الفجر أربعين يوماً تباعاً في جماعة كتبت له براءة من النفاق يصعب على إنسان منافق أن يواظب على صلاة الفجر أربعين يوماً متتابعة في جماعة قالوا من صلى الفجر أربعين يوماً تباعاً في جماعة كتبت له براءة من النفاق ولذا يقول هذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخراجه الشيخان الإمام المخاري في صحيحه والإمام مسلم في صحيحه ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل أي الأعمال أفضل يا رسول الله قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله وقلنا فرق بين الجهاد والقتال القتال شيء والجهاد شيء آخر قد يكون بالكلمة الطيبة قد يكون بالصح بين الناس قد يكون بالتكافر الاجتماعي قد يكون بجهاد النفس والصلاة من حافظ عليها من حافظ عليها كانت له نوعا وبرهانا وشاهدا ودليلا ومن جاتا يوم القيامة ومن ضيعها ولم يحافظ عليها لم تكن له لا نوعا ولا ضياءا ولا من جاتا يوم القيامة بل تقول ضيّعك الله كما ضيّعتني وذكر بعض أهل العلم أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة هو الصلاة كان آخر كلامي سيّدنا وحبيبنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمنكر فمن لم تنهو صلاته عن الفحساء والمنكر فلا صلاة له الأرض في شعبان قد آتاها الأرض في شعبان قد آتاها سيّدنا ومولانا رسول الله ومولانا رسول الله شهر كريم شهر كريم فيه فضل إلهنا ومولانا رسول الله والله من عبطي الهدى أغناء أوحى الإله أوحى الإله إلى الحبيب محمد بعد التقلب في السماء وعلاها فاسمع فاسمع جمال الوحي في قرآنه لنوولي أنك قبلة ترضى أسأل الله لي ولكم القبول وحسن الخاتمة والسلام عليكم ورحمة الله وبعاكاته